بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتحدث في مقرر السلوك التنظيمي تحديدا في الفصل السابع وهذا الفصل يتناول الدوافع والحوافز نبدأ بأهداف الفصل يهدف إلى التمييز بين الدوافع والحوافز وكذلك يهدف إلى التمييز بين نظريات الدوافع المختلفة أو التطور الفكري للدوافع ونبدأ أولا بالمقدمة الدوافع والحوافز تعتبر محركات للسلوك رغم اختلافهما فالدوافع هي محركات داخلية والحوافز محركات خارجية وهذا هو الفرق الرئيس بينهما والدوافع والحوافز محركات لدافعية الفرد نحو العمل والإنتاج الدوافع زي ما ذكرنا هي مؤسرات داخلية والحوافز مؤسرات أو محركات خارجية الدوافع إما فطرية أو مكتسبة ولكل سلوك دافع هذا من الشروط للتصرفات وسلوك الإنسان لو دينك وراه من ورائه باعث أو دافع سوى كان هذا الدافع أو هذا الباعث من الدوافع أو سوى كان من الحوافز لا يمكن رؤية الدافع لأنه عامل داخلي وبالتالي هذا يتطلب من الإدارة معرفته والتعامل معه مناهج دراسة الدوافع والحوافز المنهج الأول يفترض أن الإنسان محدود التفكير وبالتالي سلوكه وتصرفاته هي ردود شعاله للبواعس من البيئة حوله وبالتالي يمكن تسيطر على سلوك الإنسان من خلال التحكم في هذه البواعس المنهج الثاني يقول أن الفرد كائن واعي خلاف المنهج الأول الذي كان يقول أن الإنسان محدود التفكير الآن هذا المنهج يقول أن الإنسان كائن واعي ومفكر وله أهداف ورغبات ومشاعر وقدرات على التعلم والإدراك وهذا المنهج هو الذي دفعنا إلى دراسة كل الجوانب التي تتعلق بشخصية الفرد والنظريات التي تبحث في دوافع الفرد لتفسر هذه الدوافع وبالتالي تسهل التعامل معه بشكل أكثر واقعية نبدأ بمفهوم الدافع الدافع عبارة عن شعور وإحساس داخلي زي ما ذكرنا هو محرك للسلوك داخلي هذا المحرك الداخلي يحرك الإنسان أو يوجه الإنسان لست حاجة معينة يشعر هذا الفرد أن هناك نقص أو عدم إشباع متعلق بهذه الحاجة وهذه الحاجة تخلق نوع من التوتر لدى الإنسان وبالتالي تدفعه إلى سلوك معين ليسد هذا النقص إذن مفهوم الدوافع بدأ هذا المفهوم بأن الإنسان لديه حاجة داخلية هذه الحاجة غير مشبعة هذه الحاجة الغير مشبعة جعلت أن الفرد يحس بنوع من التوتر والقلق هذا التوتر والقلق دفع الإنسان إلى أن يسلك سلوك معين حتى يجبع هذه الحاجة الغير مشبعة وبالتالي هذا يفسر لماذا سلك الفرد سلوك معين طيب نتحدث عن الحافز بعد أن عرفنا الدافع بأنه شعور داخلي نتحدث عن الحوافز ما هي الحوافز؟ الحوافز هي مؤسرات خارجية تحفز الفرد وتشجعه على القيام بعمل بطريقة أفضل إذن هذا هو الفرق الجوهري بين الدوافع والحوافز باعتبار أن الدوافع هي مؤسرات داخلية بينما الحوافز هي مؤسرات خارجية وهما الإثنان محركة لسلوب الأفراد أنواع الحوافز الحوافز إما حوافز فردية وإما حوافز جماعية وإما حوافز مادية وإما حوافز معنوية هذا يعني حوافز فردية أو جماعية عكس بعض حوافز مادية ومعنوية برضو عكس بعض هذه أمثلة مختلفة لأنواع الحوافز إلى هنا أشكركم وعلى حسن الاستماع والمتابعة إلى أن ألقاكم في محاضرة قادمة واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله